أصعد الله مساءكم جميعاً وأهلاً وسهلاً بكم في عين على فلسطين وهذه الحلقة السادسة وإنني إذ أشكر الأخ غازي عبدالقادر الحسيني على تكرمه بأن ألقي هذه الحلقة من منزله العامر إنني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في أوج انتصاراتهم بلا عون أو سلاح من رواد الكفاح الوطني المسلح شهيد القدس الحي الشهيد عبدالقادر الحسيني ولد عام 1908 وتربى الإبن عبدالقادر منذ نعومة أظفاره في بيت علم وجهاد حيث كان هذا البيت بمثابة الحضن الأول له والذي كان يجتمع فيه رجالات العرب الذين يفيدون إلى القدس لأن والده موسى الحسيني كان رئيس بلديتها التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ثم طرد منها لنشاطه الوطني أمضى حياته مجاهدا باسلا بقلمه وفكره وساعده وآمن بأن الجهاد هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحرية وتحرير فلسطين والقضاء على المشروع الصهيوني راح منذ العام 1936 يعمل على تدريب شبان فلسطينيين لينظموا وحدات مسلحة تدافع عن حقها وأرضها كان له دور مهم في إنجاح الإضراب الطويل الذي استمر زهاء ستة أشهر بكاملها شارك في ثورة 1936 وأصيب بجراح في معركة الخضر التي استشهد فيها القائد السوري سعيد العاص وقد تم أسره من قبل الإنجليز إلا أنه استطاع الفرار من المستشفى واللجوء إلى سوريا حيث تعالج هناك وبعد شفائه عاد إلى فلسطين حيث قاد قوات المجاهدين في منطقة القدس والخليل وأصيب في معركة بن نعيم التي استشهد فيها ابن عمه علي الحسيني وقد استمر في ثورة 1938 وكان آخر من خرج من الفلسطين من المجاهدين بعد إعلان وقف الثورة طوق القصطل وبدأ يستنجد مرة أخرى بالقيادة العسكرية وأرسل إليهم بأنه بمساعدتهم سينهي الوجود اليهودي فيها بيد أن القيادة العسكرية للجامع العربية طلبت التروي لاتخاذ قرار جماعي فأطلق صيحته قائلاً نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين وإنني سأموت في القصطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطؤكم تمكنت قوات الحسيني من إجبار 115 ألف يهودي على الاستسلام في مدينة القدس نتيجة حصارهم باحتلال مضيق باب الواد وأقفاله قام الحسيني باقتحام قرية القصطل مع عدد من المجاهدين ما لبث أن وقع ومجاهدوه في طوق الصهائنة وتحت وطأة نيرانهم فهبت نجدات كبيرة إلى القصطل لإنقاذ الحسيني ورفاقه وكان من بينها حراس الحرم القدسي الشريف وتمكن رشيد عريقات في ساعات الظاهرة من السيطرة على الموقف وأمر باقتحام القرية وبعد ثلاث ساعات تمكنوا من الهجوم وترد الإسرائيليين منها استشهد عبدالقادر صبيحة الثامن من إبريل عام 1948 حيث وجدت جثته قرب بيت من بيوت القرية فنقل في اليوم التالي إلى القدس ودفن بجانب والده في باب الحديد وقد استشهد رحمه الله وهو في الأربعين من عمره أي في أوج عطائه الجهادي لم تشهد مدينة القدس في تاريخها الحافل يوما كيوم جنازة خير الأبطال وعنوان التفاني ورمز التضحية ولم يعم فلسطين الحزن كما عمها في ذلك اليوم الأليم شكرا يا أبو منصور شكرا شكرا